أبطال المقاومة الكويتية البطل سالم الغيس والبطل والعبيد سطروا أحرف من ذهب في بطولاتهم دعنا نسمع القصة منهم مساكم الله بالخير مساكم الله بالنور والسرور أخوي سالم الغيس فرحة التحرير ويوم التحرير وين كنت؟ وشلون سمعت أن الكويت تحرت؟ والله يوم التحرير هذا يمكن أن أسعد يوم بحياتي أن تكون الكويت محررة بعد سبعة أشهر من العذاب والظلام فكان أسعد يوم بحياتي هذا كان يوم استثنائي خصوصاً قبله بيوم قبله بليلة تدري آخر الأيام الغزو صارت أصعب أيام خصوصاً بدأ آخر أيام جيش الاحتلال قام يدش حق الناس ببيوتها يأخذ الرجال كذلك بالشوارع وفي المساجد كانت أصعب ليالي آخر ليالي التحرير أو شهر فبراير فكنت آخر يوم يعني يوم 25 كنا قاعدين أنا يا أخواني والأسرة في البيت كنا قاعدين نتناقش ونتباحث من الذي يضحب نفسه على شان يأخذونه تدري رح يطقون الباب الجيش رح يطق الباب الغزات رح يأخذون أي ريال قلنا نحن لازم نخش ونخلي واحد هو يواجه هذا مصيره ما يصبح نخلي الحريم بروحهم فكننا أنا وإخواني نقول من لما يطقون الباب يطلع لهم عشان يأخذونه فأنا قلت أنا توني صغير عزوبي مو متزوج خلأ أنا أكون كبش الفدة ويأخذوني أخوي الثاني قال أخوي خالد قال لا أنا متزوج وعند عيال وأقدر أروح وعند عيال وأنت ما شفتوا الدنيا للحين أخوي ساعد كذلك قال أنا أطلع وكل واحد قاعد يحاول أن يضحي بنفسه عشان حديره وسبحان الله نمنا قبل الله ننام واتفقنا وصلنا واتفقنا ألا أن نتفخ ما عرفنا من يقدم نفسه كل واحد يقول أنا وآنا قلنا تجلون خلع البركة بالنام وإذا طقوا وخلي يأخذوننا كلنا ويخلوننا كلنا ونمنا ليلة يوم 25 وننطر اللحظة اللي يأخذوننا فيها وسبحان الله الساعة 6 الفجر بعد صلاة الفجر سمعت يباب سمعت يباب قمت بنفراشي مفزوع ما السالفة يباب ولا صراخ ولا شنو قلنا أنزل تحت بصلاة أنا أسمع الحريم قاعد يبابون شنو شنو تحررت كويت شلون بهالسرعة شلوض شلي صاير شنقول طول ما نحن نايمين نسمع صوات وناس قاعد تركض وصوت الكبترات وسيارات وكارجوات قاعد نسمع بس ما نحن نسالفة لا الحمد لله حمدين كثيرا طيبا مباركا فيه تحررت كويت كان أسعد يوم بحياتنا طلعت بالشارع أركض رحت على دور وين مغفر كيفان بتشوف شو الوضع ولا ألقى علم الكويت ما شاء الله من فوق المغفر اللي تحت وشيباننا قاعد والله أذكر شيبان يمسكون العلم ويبتون يعني خلاص الرفع العلم والله يجعل دائما علمنا مرفوع هذا كان أصعب يوم وأسعد يوم بحياتي للأمانة واء العبيد البطل واء العبيد وين كنت في هذه اللحظة هذه السعيدة اللي ما أعتقد أنت فرحت بحياتك مثل هالفرحة طبعا أكيد كانت فرحة العمر وثمه يقولون كنت طالعا من كيفان قبل هذين يوم صلي موقف وقتها وكنت يعني أشير عند العراقيين وسبحان الله يعني باختصار القصة أننا قدرنا نطلع منهم أنا واخوي طلعنا بمساعدة أحد القادة العراقيين الأمانة وقال لنا لا تقعدوا في البيت ترى أنتم أشرة كنتوا والله فكهم فطلعوا من كيفان وفعلا أخوي راح بيت عميتي منطقة الغادسية وانا راح منطقة العدلية العدلية كان البيت يطل أحد أقاربنا يطل على الدار الغرابع يوميا نحن ننتي مع الشباب كان أسر في يعني البيت ما شاء الله كبير وجمع كذا أسره وكان يوم من الانسحاب ساعة ساعة عشر حدا عشر بالليل سمعنا ضجة ونحن داية الرابع يمك دبابات ونسحب وسعرات ونحن داية الرابع فأحد من الأقارب صاعد فوق قام يصارخ انسحاب انسحاب مو صدقين نحن شو انسحاب جمع انسحاب نحن من السطح يركب وكان نسعد كلنا السطح ولا فعلا تشوف طبعا كان ظلم ما فيه كهرباء تشوف بس الليتات السيارات هالدبابات وفوضة طبعا من السحاب ومطالعين بما أن نحن كنا قريبين من الدائر الرابع كانوا يركضون يدشون على البيت يطبون يأخذون سيارات يسرقون سيارات جيش الاحتلال عشان اللي يقدر ينحاشب سيارة اللي يقدر فكانوا البيت جدامنا فعلا طبعا على بيوتهم كل الكواتين كانوا يحطوا بيوتهم في قراجات وكذا عساس أن يخونها لأن كانوا فيه سرقات سيارات كان آخر اليوم انتشرة من الجيش العراقي الحاص هو أن كنا نشوف بعيوننا والانسحاب ونشوف السرقات الفرحة مختلطة في مدون فهذا اللي ناس يحاولون نشغلون سيارات مو عارفين طبعا نشاهلين بطاريات نشاهلين نمسون حسابنا قاموا صارخون ما راح نأذيكم وعطونا مفاتح السيارات ونصخر ما مرد عليهم طبعا مو عارفين يرمون بالهوى يخرعوننا هم صمت إلى أن ما شافوا ما هو فائدة وقالت هم وقت شق النور يعني تقريبا أربع ساعات ونشوف نتابع الانسحاب الناس ما قلت لك بصقر الشعور مختلط ايه فرحة ايه وناسة ايه يرجع الفيلم فينا اللي صار فينا سبع تشهر عن سبع سنوات اللي شفناه مو شوية سبحان الله الفرحة نستنا كل شي ولا كأن مر على النغز طلعنا ونشوف الجيران وكل من يطلع والحرم يببون والشباب يعلم استانسين وقتها من العدالية لي كفار ركب من المناصر ركب الأهلي ومبارك حق بعضوا الفريج كلها طالع وقت أخوي طلع سيارته قال خلنشوف الديرة لابنشم هواها وفعلا ركبنا السيارة وعلى البحر والناس كلها على البحر هذا كان أول ساعات رديت من الفرحة ما نقدر رقع من البيت خذت سيارتي وطلعنا أنا واحد من عيال جيراننا على البحر نبي قالوا القوات رحيون ساحة العلم ورحنا على ساحة العلم وكانت الفرح في استقبال القوات وللأمانة يعني ما قدر وصف لك بصقل شون الشعور يعني واحد نيت وحية يوم فعلا كان يوم التحرير يوم مشهود والحمد لله على كل حال أخوي سالم إعادة البناء مرة أخرى الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى ما كان شيء عقني ردت الديرة وردت الأمور على طبيعتها بسرعة بفضل الله سبحانه وتعالى تكلمني عن هذه المرحلة ترى مصقر هو مجرد ما صار التحرير نحن على طور ردينا المارس أحمالنا على طور رحنا أول شيء سوينا رحنا فتحنا بنزين كيفان تدري الناس تطلع تستهنس تشوف هلها واللي يطبعون فمحتاجين بنزين نحن أثناء الغزو كنا فترة مسكنا بنزين كيفان فعارفين شون يشتغل البنزين وشون يشقل البنزين وكل شيء أول ما صار التحرير على طول نظمنا نفسنا أهل الخباز راح الخباز أهل البنزين راح البنزين لأن تدري فترة شهرة اثنين كانت صعبة بعد الحرب الجوية سكر كل شيء لا كهرباء لا ماي فعلى طول ركض وين شقلت البنزين وماشاء الله كان عشان تصب بنزين تمكن تقعد سبع ساعات ثمان ساعات فشقلنا البنزين وبلشنا نصب حق البنزين محطة المغرب سكر أي مغرب توسع واحدة الظهر الله تدري حرق الآبار كان بوقتها خلى نهارنا ليل وين توسع واحدة وليل فكنا نشتغل محطة البنزين من ساعة ستة الصبح نسكر الساعة عشر بالليل يوميا لأن ععادة العمار والبناء يبدأ من أول يوم فماشاء الله يعني الشعب الكويتي بيّن بيّن أنه فعلا هو بالأزمات والشباب والمحطة البنزين وكذلك تنظيف لا ننسى دور إخواننا التي كانوا شغالين في تنظيف أعزكم الله لأزبال تدري فترة طويلة تراكمت فكل واحد ستدرب ستأكد سبحان الله خلال يومين ثلاثة الديرة ردت الحرية لا يوجد أغلى من الحرية فماشاء الله بدأنا عمار طبعا ومعد ما ردت الحكومة الحمد لله وبلشت الحمد لله واليوم قاعد نشوف الكويت ماشاء الله أجمل ما كانت كثير الحمد لله خوي وائل تلاحظ اللي عاشوا فترة الاحتلال يعرفون قيمة وطن لما تحس أن الوطن بيروح منك يعني طلع أجال بعدها والأجال هذه يعني نحب الكويت لكن اللي عاشوا ذيك الفترة يعرفون معنى وطن شوفت شلان لما الواحد يقعد وينحبس في مكانه والحرية لا تقدر بثمه تكلمني عن هل جزئية جزئية الحرية والوطن مصر الوطن لا يوجد يقضى منه وطنه الروح راح الوطن راح الروح وهذا فعلا اللي حسنا في وقت الغزو ما تحس بقيمة الشغل ألا ما تفقدها جزئية الحرية ونتكلم ما بيننا الجماعة ترى الكويت غالية يوم راح فعلا راح شيء غالي وفعلا ليليوم وإحنا ترجع ذكرياتنا خاصة بهذه الأيام أيام فبراير وأيضا ذكرى الغزو ما ننساها ترجع ذكرتنا مرة ثانا بفقد الوطن لذلك يزيد الولاء ويزيد المحبة فالوطن جماعيا نحن دائما نكون وجودنا في هذا الستيديو هل ترى كقدوات الله يشهد واحد ما وده بالرياء ولا وده يتكلم ولا وده شهرة سنين ترى ما طلعنا لكن حرصنا بعد ما قعدنا مع الشباب وقالوا يا جماعة ترى هشاء لازم توثق للأجال القادمة لذلك أنا أقول حقا للأجال ترى الوطن غالي الوطن ما هو بس اسم ولا أرض الوطن أغلى من الشذي الوطن قتلكه الروح يعادل الروح فالله الحمد يعني نحمد الله سبحانه تعالى أنه رجع لنا وطننا وبسواعد شبابنا ومؤثمات فضل الله أخوي سالم نكملنا المسير من بعد التحرير ما وقفنا بالتطوع يعني كانت كأنه دورة إدارة عزمات اللي شفنا اشتغلنا بكل المجالات عشياء ما نعرفها تعلمناها بالمخازن بالنظافة بالجمعيات يعني اعدل الأشغال اللي اشغالته يمكن سبع ثمان شغلات وظائف وكلها قمنا نجيدها وهذا اللي حنقا نكمله تعلمنا شوائد تعلمنا حب الوطن تعلمنا القيادة تعلمنا المسؤولية تعلمنا شو المعنى الأمن والأمان فلله الحمد يعني ربا ضارت النافع والحمد الله أخوي سالم تلاحظ في الأزمات نصير إيد وحدة يعني سبحان الله بالأزمة الكويت لا أحد يشيلها لأهلها ودعوة الناس الطيبة ولاحظت أنت كيف أهلها وعيالها اللي قالوا يعني مترفين لا ما يشتغلون كل الأعمال قام يشتغلونها كل الأعمال قام يجيدونها ويشتغلون دون مقابل وبحب للأمانة هذا شيء سطر الشعب الكويتي من بداية من أجدادنا وأبهاتنا من الزمن من بعيد وهذا جبل أهل الكويت على هذا التكاتف والتعاضد وهذا شفنا إحنا أيام الغزو فعلا أيام الغزو وحسين أننا تدار الدولة في انسجام بقيم بحب وفاء فاليوم ما تعبنا في هذه الأمور الكل عارف ما يسوي صح مثل ما تفضلت الكويتي معروف مترف أنا كنت بوقت الغزو يوم واحد ثماني كنت طالب جامعة الكويت كان عندي كويت صيفي ثمانية مثل ما قال أخي وائل أمال نظافة خبازين حلاقين محطات بانزي كل المهن اشتغلناها وهذا الشي يعني الحمد لله هذا الشي الذي ذكرته جو بالأهل الكويت وحتى اليوم لو تلاحظ جائحة كورونا الله لا يعيد الشر يعيب أقول لك عنها والله العظيم فعلا هذا الجيل اليديد اللي تشوف والمترف حتى بجائحة كورونا سطر معاني القيم والإنسانية والتعاضة والمجتمع الكويتي فقبل ثلاثة إنسانة عياننا اليوم ينكملون نفس المسير ما شاء الله رأيت المتبرعين بالجمعيات بالشوارع بالمستشفيات فهذا الشعب الكويتي جبل على هذا التعاون والمحبة وطن واحد فعلا لما نقولك عز وفخر فعلا نحن نحتز ونفخر في وطننا وعيال وطننا وخواتنا وبناتنا فعلا عز وفخر نعم والعبيد أبي منك كلمة أخيرة أتقول لحق الشباب حق الشباب اللي يعني ممقدر قيمة وطن ما يحافظ على الوطن أنت شفت شنون بغينا نفقد الوطن أبي كلمة منك للشباب أقول للشباب يعني الفترة السابقة هذه اللي عشناها في فترة الاحتلال كانت فترة جدا صعبة ويوم فقدنا الوطن فقدنا كل شيء فلازم يكون هذا الشيء بذكرتهم يدرسون دراسة وأنا عرف أن المناهج الآن فيها من اللي حصل في الغزة والاحتلال أقول لهم عرفوا قيمة الوطن الوطن اللي راح ترى راح كل شيء والآن نحن مثلوا شايفين منطقة حوالينا شون صايرة واشتعل وشايفين أهل غزة الله يفوق عقهم شون صاعد معهم شون لما الواحد يفقد الوطن يفقد كل شيء يصير لاجئ معرض للتشر للفقر لا يوجد وطن فلذلك نقولوا متمسكوا هذا الوطن وأنا يا بو صقر ما أخاف على هديرة لأنه شعب كون شعب هاي الحمد لله ونسبة تكلمنا عن الأزمة اللي صارت أزمات أخرى جاتنا منها جائحة كورونا شفت الشباب ولا كأنهم شباب مترف كل من هد ورح تطوع اللجان الشعبية اللي كانت أيام من الاحتلال ترى ردت صحيح أيام جائحة كورونا وأنا واحد من الناس تطوعت وسبحان الله شعرنا كأن أيام الغزو لأن كانت تقريبا نسل بجموعة خاصة مع اللي شانا شوية من حاز حق أهل كيفان كان كيفان شكلوا اللجان وقت جائحة كورونا وكان أغلبهم اللي كانوا معاي سبحان الله بالغزو كل أهل الكويت ترى كل مناطق الكويت بالشامية وكيفان بالقلاتسية في الأحمدي في الجهرة ترى كلهم شكلوا كلهم قصر لذلك أنا أقول شعب حي نعم شعب حي وما يخاف عليه وهديرة لله الحمد محفوظة بفضل الله ثم هذا الشعب الحي ولذلك نحن نقول للأجيال تعلموا من الآباء والأجزاد والمستقبل إن شاء الله أفضل أفضل بإذن الله أخي سالم الغيس أبي كلمة منك لشبابنا إعيادنا والله يا أبو صقر يعني أنت أول شيء تشكر على هذا اللقاء صراحة لأننا لما نستذكر هذه المواقف أيام الغزو نحن نبيها شن تكون سجل للتاريخ ونبراس للمستقبل فتوحدنا أيام الغزو وأيام المحن فالشعب الكويتي الحمد لله شعب يعني بلحمة وحدة متكاتف مو لازم ننطر تصير عندنا مشاكل علشان نتلاحم فالحياة هذه كلها تلاحم يعني حتى بالسلم تلاحم الحمد لله الشعب الكويتي نسيج واحد فهذه من نعم الله علينا أن اليوم الشعب الكويتي الحمد لله الكل متعاون الكل مخلص في عمله فأنا رسالتي حق إخواننا وعيالنا أننا لا ننطر المحن والأزمات علشان نصطف صف واحد حتى بالسلم بالعكس الاستفاف بالسلم أحلى وأرقى فاليوم نحن كموظف كطالب بالكل يعمل لمصلحة هذا الوطن هذا الوطن أعطاننا الكثير أعطاننا الكثير ما بخل علينا بأي شيء فاليوم احنا احترامنا القوانين والنظام واحترام الجار واحترام البيئة هذه كلها نحتاجها اليوم فاليوم مو لازم ننطر الأزمات علشان نكون إيد وحده فحتى بالسلم حتى في الأمن الله يدم علينا هذا الأمن والأمان فالمحتاجين دائما متكاتفين بلد واحد تحت مظلة صاحب السمو أمير البلاد الله يطوله بعمره فعلا هي القيادة السياسية التي رسمتنا هذا النسيج الاجتماعي الراقي جدا الذي نفتخر جدام العالم كله في هذا النسيج المتميز فهذه أهم رسالة لأننا نتعاضد ونتعاون فيما بيننا في السلم قبل لا سمح الله في أزمة أو شيء فهذه رسالتي مهم مشكورين مشكور أخوي واء العبيد يعطيك العافية على حضورك وتوثيقك لأحداث لجال القادمة محتاجتها محتاجت عرف شنو سطرتهم من بطولات أخوي سالم الغيس يعطيك العافية الله يحفظ شكرا لك لبيت الدعوة أتشرف أخوان وعزاء وتشرف فيكم الله يحفظ الله يحفظ الله يسلمك الله يحفظك وطني الكويت سلمت لي المجدي وعلى جبينك طالع السعدي أحبك الكويت وعز وفخر وتاج الراس وبدونك إحنا ولا شيء وعز وفخر يا كويت نشوفكم على خير مع السلامة ترجمة نانسي قنقر